موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في منصة TechCast وموضوع session اليوم سيكون عن segment overview طبعا المصطلح segment سيكون مترادف لمصطلح label فبالتالي سنتكلم عن segment overview فنقصد segment routing segments او labels فجندة اليوم اول حاجة سنعرف ايش هي segment باكدة سنتكلم عن segment وحنشوف ايش الفرق بين global segment وال local segment وباكدة سنشوف ايش هي انواع segments الموجودة في IGP والBGP طيب بالنسبة لل segment فلو عرفنا segment باختصار هي عبارة عن instructions مش مجرد label number فنشوف انه ممكن segment to present topological instructions بمعنى انه ستكون اوامر انافذها من خلال ال network topology بحيث ان اوصل ال traffic لراوتر معين موجود عندي في ال network او ممكن تكون service based instruction بمعنى انه انا ستصغري من تحديث انها اعطى ان اوصول Wyntriad هنا اوصول لفايروال لحيث ان نعمل فنحنم ال traffic لانترنت فهذه تعتبر موجود فنشوف انه في segment routing دايما النود هتعمل لyanctings على توضيح على الانكمينج باكتتس فإذا الراوت سيستلم أي انكاميج باكتتس حاول الشرطة الموجودة في الباكتتس بعد كده سينفذ الأمر الموجود على الباكتتس حتى تكون هادي الأمر مثلاً خاصة الوايط باكتتس تحرير لاجبات باكتتس إيجابة عبر إدرة أو امبر ممكن اعمل خاصة الوايط بورد أو ممكن زي ما قلنا عمل خاصة الوايط بورد فلو شفنا عندنا الوايت بورد خلونا نفترض أنه لو كان فيه عندي ترافيك داخل على R1 وعليه Segment اللي عبار عن أوامر زي ما قلنا فقلنا أي نود لما حيستقبل وعليه Segment فحينفذ الأوامر اللي موجودة في Segment فلو كانت فممكن تكون أنه R1 أرسل الـ R3 بس اعتمد على IGMP Shortest Path وكمان لو فيه عندك ICMP فحيشوف أنه R1 لو حيشوفه شيء الـ IGB Routing Table بناء على الأوامر الموجودة في Segment سيشوف الـ IGB Shortest Path حيشان يوصل الـ R3 حلقية عن طريق R2 وعن طريق R7 بالتالي برضو حيقدر يعمل ICMP في حرسل على الطرفين فهنا نسميه Topological Instructions أو ممكن لو جاء الترافك لـ R6 وهذه Segment بتحتوي على Service Instructions زي مثلا أنه R6 فنفترض أنه واصل بـ Firewall قبل ما يرسل الـ R7 فممكن هالسيغمت حتكون Service Instructions تقول لـ R6 لما تستقبل الترافك أول حاجة أعمل فروض الترافك للـ Firewall قبل ما يبدأ Firewall يرجعها لك مرة تاين بعد ما أعمل لها Checking أو Filtering باكد أرسل الـ R7 فحنشوف أنه Segment في السيغمت راوتك مش عبارة عن Label Number هي عبارة عن أوامر Represent Instructions كمان سنشوف أنه ممكن نعمل Mix أو كمباين لـ Instructions فممكن R1 أول حاجة سيكون عنده Topological Instructions أنه يرسلها لـ R2 باكده R2 عنده Service Instructions أنه يرسلها لـ Firewall باكده يرسلها لـ Outside طبعاً السيغمت في السيغمت راوتك ممكن نعمل لها ربريسنتيشن عن طريقة M-P-Less Label Number أو أنها تكون IP-6 Address طبعاً لما نستخدم السيغمت راوتك M-P-Less على Datablane فمعنى نستخدم M-P-Less Label أو نسميها Segment Identifier أو اختصار على Set لكن لو استخدمنا السيغمت راوتك مع IP-6 فنشوف أنه سنستخدم IP-6 Address أو نسميه Locator بعدما نستخدم كلمة Segment Identifier أو Set أو Labels في السيغمت السيغمت سيكون فيه عندنا أكثر من تايب بس المائن سيكون لدي الـ Two تايب اللي هي Global Segment وال Local Segment بالنسبة لل Global Segment فكل راوتر إنابل على SR أو Segment Routing سيكون عنده Global Segment وهذه طبعاً ستكون نفس قيمة الراوتر ID مع IGB فنحن نعرف لما نفعل أي IGB على راوتر لازم نعطي له Unique Router ID بحيث أن هذا الراوتر ID ستكون بمثابة اسم الراوتر في الـ Database نفس الكلام سنطبق على Segment Global Segment لازم تكون Unique لكل راوتر فبالتالي سيكون راوتر أو راوتر في Segment Routing Database كمان سنشوف لما نتكلم عن Cisco Platform دائماً Cisco Platforms با ديفولت ستحجز رنج معين هذا الرنج يحتوي على مجموعة من الـ Database ستستخدم فقط لعملية Global Segment Allocation طبعاً هذه الرنج دائماً بسميها Segment Routing Global Block وحيكون لدينا سنشرح فيها ما معنى S-R-G-B أو Segment Routing Global Block بالتفصيل لكن هنا ببساطة بقول أن Global Seed دائماً ستكون محجوزة من Range of Labels التي ستكون تدرج تحت S-Segment Routing Global Block ببساطة سنشرح أن Cisco IOS XR و Cisco IOS XE سيكون حاجز هذه الرنج وبالتالي لما أنا جاء بعمل Ascending للـ Global Seed لأي راوتر سيأخذ من هذه الرنج كمان سنشرح أنه لما أنا عامل Ascending للـ Global Seed على أي راوتر سنشرح أنه راوتر سيقدر يرسل هذه الـ Global Seed لبقية الـ وكما ستكون بين الـ على الراوتر وكما سنشرح أنه كل راوتر أو كل راوتر سيقدر يعمل الـ Global Seed في الـ فكده معناته أنه الـ Global Seed ستكون بين كل الراوترات اللي معاي في الـ وكل الراوترات ستعمل الـ Global Seed في الـ فكده لو شفنا التوبولوجي خلي نفترض أنه هنا عندنا R1 R1 عنده اللي هو 1.1.1.1.32 وقيمة الـ Label نفترض أنه هنا الـ Global Label ستكون راوترات اللي معاي في الـ Inter Domain خلينا نفترض أنه هذا الشكل اللي هو راوتر 2 و راوتر 5 سيكونوا معاي في نفس الدومين و R5 R4 R7 مع راوتر 8 سيكونوا في نفس الدومين نفترض أنه هنا سيكون عندي Level 2 في الـ أو Area 0 لو OSBF هنا Level 1 لو وخلينا نقول Area 1 لو OSBF وحنقول لي أنه هنا برضو Area 1 أو Level 1 فحنشوف أنه راوتر 1 لما حامل الـ Advertise من الـ Global Segment حتروح الـ R2 و R5 R2 و R5 حامل ننستول لهذه السيجمت في الـ FIP بعد كله حنشوف أنه R2 حامل هذه الـ Label أو حتكون Floating عن طريق الـ IGB فحنوصل إلى R3 و R6 R4 R7 R8 وكل الـ Routers سيكون حاملون الـ Install في الـ Floating Table بالنسبة للنوع الثاني اللي هو Local Segment فالـ Local Segment معناته كل راوتر ينابل عليه Segment Routing سيكون عنده Unique Local Segment Peer IGB أو PGB فحنشوف أنه الفرق بين Local Segment أنه Global Segment كانت متمثل الـ Router أما بالـ Local Segment ستكون تمثل لكل Routing Protocol Peer فمعناته لو أنا عندي راوتر 1 واصل بـ R2 بـ R2 و R3 معناته راوتر 1 سيعمل Allocation وهذه الـ Dynamic Range التي ستكون مستخدمة من بقية البروتوكولات مثل الـ LDP و RSVP فحنشوف أنه الـ Router أو Cisco Platform ستتعمل على الـ Dynamic Range لتعمل Local Segment Allocation لكن في حالة لو أنا أحتجت أن أستخدم Static Local Segment فأنا أقدر أحجز مجموعة من اللابز بشكل منوال وستاتيك وسيكون اسمها في Cisco Platform Segment Routing Local Block طبعا الـ Local Segment ستكون أدبرتايز في الـ Domain أو Inter Domain في الـ المعناته الـ Router التي ستكون معي في نفس الـ Domain هي التي ستعرف قيمة الـ Local Segment لكن لا ستترسل للـ Router التي ستكون موجودة في الـ Inter Domain أو خارج الـ Domain و كمان سنشوف واحدة من الفروقات أنه في حالة الـ Local Segment الـ Router الوحيد اللي سيعمل الـ Local Segment سيكون هو الـ Originate فلو شاهدنا مثلا عندنا الـ Topology سنشوف أنه R1 نفترض أنه R1 عنده بيرينغ مع R2 وعنده بيرينغ مع R5 عن طريق مثلا بروتوكول ISIS فهنشوف أنه با دفولت في الـ Segment Routing بما أنه الـ Segment Routing دائما سيعمل لـ Local Segment بقيمة 24002 وبقيمة 24005 لكن سنلاحظ أن 24002 هذه قيمة الـ Unique Local Segment بين R1 و R2 و 24005 ستكون الـ Unique Local Segment بين R1 و R5 فمعناته الـ Local Segment ستبريزنت الـ IGB أو الـ PGB Peer آخر حاجة سنشوف أنواع الـ Segment لو استخدمنا الـ IGB والـ PGB اللي موجودة في الـ Segment Routing فهنشوف أنه في الـ IGB سيكون عندي Global Segment كما قلنا هو الـ Global فهنشوف من ناحية الـ IGB سيكون عندي حاجة اسمه الـ Prefix Set بعد كده من تحت الـ Prefix Set سندرج تحتها حاجة اسمه Not Set وإنكا Set بالنسبة للـ Local Labels اللي قلنا ستبريزنت IGB أو PGB Peer طبعاً هنا الـ IGB ستبريزنت الـ IGB Peers سيكون عندي Layer 3 و Layer 2 و Layer 2 في السيشن الجاية سنتكلم بالتفصيل عن النوع مع الـ IGB بس حالياً بحاول بعمل سامري لكل السيشن سواء كان الـ IGB أو الـ IGB أو الـ BGB طبعاً نفس الكلام مع الـ BGB سيكون عندي Global و Local بالنسبة للـ Global سيكون عندي حاجة اسمه Prefix Set وينكا Set وبالنسبة للـ Local سيكون عندي Node Set أو GenC Set أو Set Peer Set ID طبعاً هذي كلها سنتكلم عنها في السيشن الجاية بالتفصيل بس هذي سامري لكل اللابلز اللي يكون لها علاقة بالـ IGB والـ BGB وقبل ما نختم دعنا نعمل ريكاب قلنا انه سيغمت عبارة سيغمت عبارة عن Instructions وينما ستكون Topology Instructions أو Service Instructions وكما شفنا انه سيغمت ممكن تكون Impulse Label أو IP Version 6 Label طبعاً في هذا الكورس سنركز أكتر عن سيغمت راوتنج وبالتالي ستكون دائماً ستكون Impulse Label وشفنا الفرق بين الـ Global Sets والـ Local Sets واخر حاجة شفنا سيغمت سايب سواء مع الـ IGB والـ BGB شكراً للمتابعة وفي حالة وجود أي استفسار ممكن تحط استفسارك أو سؤالك في المنصة ونحن إن شاء الله سنجاوب عليه في أسرع وقت ممكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته